السلام عليكم زيكم يا بشمانسين هنشتغل النهاردة في اللكتشار آآ 11 في البروبابيليتي انت استاتيكس. في اللكتشار دي هنشتغل في الكنتينوز بروبابيليتي دستريبيوشنز. احنا خدنا الكنتينوز آآ راندم بريابول. وخدنا البروبابيليتي دين ستي فانكشن. آآ دلوقتي في كنتينوز بروبابيليتي دستريبيوشن. احنا بناخد مجموعة من الاسبتشال يعني بناخد لهم عندنا تلاتة اللي هما والنورمال والاكسورانشال هنبتدي باليونفورم بيبقى فيه بياخد قيم في الانترفل من وبتبقى طبعا انتعرف ان لازم تساوي واحد وبالتالي قيمة على الانترفل من هتساوي واحد على لان دي الارية اللي تحت الكيرف ده هي اريا بتاعت مستطيل فعشان الارية تساوي واحد يبقى بتاع اللاين ده يبقى واحد على وبالتالي هتساوي واحد على لما الاكس تكون من البي وبتساوي زيرو في اي ايه فاليو تانية للاكس طيب نقدر نحسب المين والفاريانس بتاع زي ما كنا حسبناها قبل كده يعني المين اللي هي اكس في اف وفي اكس دي اكس ده حسب المين هيطلع لك المين ابلاز بي على الاتنين طب الفاريانس اللي هو اكس سكوير ماينس المين سكوير واكس سكوير كنا بنحسبها عن طريق ان احنا نقول انها على كل قائمة الاندام وبعد كده بقى بعد ما تحسب تقول ان هيطلع لك ان بتساوي على اتناشر ناخد امثلة هنا عندنا يتبع وبياخد قيم في الانترفال من زيله الاربعة ومطلوب هنا ومطلوب ان يكون على الاقل لتلاتة فنكتب هي الاكس في حالة ان الاكس من زيله الاربعة قمت الفانكشن هتبقى طيب وبعد كده عايزين نجي بروابطة ان الاكس اكبر من او تساوي تلاتة فهنعملها بالانتجريشن زي ما كنا بنعمل قبل كده في في او يعني فبنقول بروابطة ان الاكس اكبر من او تساوي تلاتة هيبقى من تلاتة الاربعة هتعمل ده هيطلع طيب مثال تاني هنا عندنا الارندم اا اكس بيطبع وقيم الاحس من زيله للعشرين والاف وفي اكس بساوي بوينت او فايف في الانترفين من زيله للعشرين طبعا نازم تبقى واحد على بي مينس ايه يعني طيب وزيله طبعا ازر وايز هنا عايز ان الارندم يبقى من خمسة لعشرة وبعد كده عايز المين والفاريانس. طيب فهنجيب من خمسة لعشرة فهنتجريت من خمسة لعشرة. يعني هنتجريت واحد على عشرين. دي اكس من خمسة لعشرة. هيطلع الفاليو بعد كده هتحسب المين اللي هو بي بلاس اي على الاتنين. انطلع لك عشرة. تحسب الفاريانس اللي هو بي مينس اي سكوير على اتناشر. يطلع تلاتة وتلاتين تلاتة تلاتة. وبعد كده تحسب هتقول اللي هو يطلع خمسة سبعة سبعة. بعد كده هناخد في الدستريبيوشن ده البرامتر بتاعته بتبقى المين والفاريانس بيبقى شكل البي دي اف اف اكس اكوال واحد على سجما روت اتنين باي في اي باور مينس هاف اكس مينس ميو على سجما والسكوير. طيب المين هنا بيبقى هو الميو والفاريانس اللي هو السجما سكوير يعني بتبقى السجما. هنلاقي ده بيبقى متماثل حوالين المين. وبالتالي برابيلت ان الاكس اقل من الميو زي برابيلت ان الاكس اكبر من الميو زي اقوال لنص. اوكي. طيب دي اشكال مختلفة او مختلف نورمال مختلفة يعني. يعني كلهم نورمال بس ايه في اختلاف في المين والفاريانس. لاحظ المين بيعتمد عليه مكان يعني كل لما حركت المين كل ما تلاقي اتتحرك يعني. يعني في حالة ان المين بخمستاشر. هتلاقي الفاريانس بتاع الفاريو عند الخمستاشر. في حالة ان المين بالخمسة زي ما اوضح هتلاقي الفاريانس بقى م jumbo bust. طيب. كل ما بيزيد هتلاقي القيم بتتبيعت عن rapine فتلاقي في حالة ان الفاريانس اكوال واحد في الحالتين نفس الشكل. بس هو بس متشفت. لكن لما حتلاقي ان القيم بعتت اكتر عن المين. عندنا حاجة اسمها standard normal distribution. هو بيبقى normal distribution عادي. بس فيه المين بالتحديد بتساوي zero. والvariants بيساوي واحد. وبالتالي هتلاقي distribution متصندر عند الزيرو. عشان نجي نحسب بقى الprobability. عشان تحسب probability ان ال random variable يساوي values يكون في interval معينة. هنعمل integration. بس انت لو بصيت الشكل اللي بتاع normal distribution هتلاقي الانتجرشن بتاعه بالسهل. وبالتالي بدل ما نعمل integration بيبقى فيه table نقدر نستعمله على طول عشان نحسب probability. طيب ال table ده معمول لل standard normal distribution. آآ اللي هو المين بتاعه بزيرو و الvariants بواحد. او في standard normal distribution نسمي ال variable z بدل اكس. طيب فمسال مسلا عايزين نجيب probability نزات اقل من او تساوي point eight three. المفروض لما انت قلت هتحسبها بالانتجرشن هتانتجرات من minus infinity ل point eight three للبي دي اف. بس بدلا ما هنعمل الانتجرشن ده. هيبقى عندنا ال table. هتلاقي بقى على ال vertical او الرأسي. اللي هي ايه? آآ اللي هي one point حاجة. او مسلا تلاتة point حاجة. يعني اللي هي الرقم قبل العلامة ورقم واحد بعد العلامة. طيب الرقم التاني اللي بعت العلامة هتلاقيه في الايه? في ال table. باستعمال الصف اللي هو الافقي. فاحنا عايزين point eight three. فان ايه? في الرأسي هندور على point eight. وفي الافقي هندور على point three. وبعد كده نبص على ال probability يطلع لنا point سبعة تسعة ستة سبعة. الرقم ده بيعبر عن probability ان الزت اقل من او ساوي point eight three. الزت ده اللي هو ال random variable اللي هو بيتبع standard normal distribution. طيب. مسال تاني بقى له وعايزين نجيب probability ان الزت اقبر من one point two six. ال table بيديني cdf يعني probability number variable اقل من value معينة. بايب. عشان نجيب probability نزات اقبر من value معينة. هنقول انها واحد مينس probability نزات اقل من value دي. يعني probability نزات اقبر من one point two six. هتبقى واحد مينس probability نزات اقل من او تساوي one point two six. وهنجيب probability نزات اقل من one point two six من هتدور بوان بوينت تو وفي الهوريزونطل هتدور بوينت او سكس يطلع على قيمة اللي هي بوينت ايت اه ناين سكس وفي الاخر تحسب الكلام ده فهي ببقى بروبابلت النزات اكبر من وان بوينت تو سكس هي بوينت وان او سري ايت فور. مسال تاني عايزين نحسب بروبابلت النزات اكبر من هنا ممكن تقول ان البربابلت دي هي واحد من اقل من من او ممكن كمان باستعمال السيمتري اللي موجودة في الشكل تقول ان نزات اكبر من هي زي نزات اقل من وان بوينت سري سبن وتقدر طيبها ايه من التابل على طول زي ما قلنا المرة اللي فاتت يعني هتدور في التابل في الرأسي على وان بوينت سري وفي الافقي على بوينت او سيفن واتطلع قيمة البروبابلتي طيب في المسال ده عايزين نحسب بروبابلت النزات اكبر من مينس وان بوينت تو فايف واقل من بوينت سري سيفن فقدر اقول ان البروبابلت دي هي بروبابلت النزات اقل من بوينت سري سيفن مينس بروبابلت النزات اقل من مينس وان بوينت تو فايف ونحسب كل واحدة لوحدها وايه ونطرح هتطلع دي بوينت فايف سري ايت سيكس سيكس طيب في المسالتنا بقى عايزين نحسب حاجة مختلفة عايزي جيب قمت الزات اللي يبقى فيها بروبابلتي ان الراندن بتاعة زات سمول اللي تخلي بروبابلتي ان الزات كابتل اكبر من زات سمول يعني المرة دي مديني وبيدور على المقابلة فده عكس ايه اللي احنا قلناه في المسالتين اللي فيته طيب فهنعملها ازاي الاول هنحول لها بروبابلتي الزات كابتل دي تكون اقل من معينة فهنقول بروبابلتي ان الزات كابتل اقل من زات سمول هتطلع مينس بوينت او فيف اللي هي 13.95 بالوقت بقى هتدور في التاب لفي البروبابلتيز على 13.95 هتلاقي فيه قمتين حوالين يعني ihre 13.95 اللي هم هي تلاقي في التاب لعدك point nine four nine five. و point nine five zero five. فهتلاقي بقى هتشوف قمت الزات المقابلة لهم هتلاقي one point six four one point six five. هناخد بقى الافرج ما بينهم لان هي point nine five في النص بالضبط اللي هتطلع لق one point six four five. وبالتالي ازا تسمول هنا لمطلوبة هتبقى one point six four five. دلوقتي عايزين نحسب. ان يكون في انترفال معينة. يعني انا عندي هنا. لو احنا هنستعمل نفس الطريقة في اللي استعملناها في standard normal distribution. يعني هنستعمل هنلاقي ان احنا محتاجين لان احنا عندنا اه ممكن المين يبقى اي. طيب عشان بقى اي اه نحنا بدلا ما نحتاج كل كل نحتاج الوتيبل مختلف هنعمل ايه? نحاول نحول يعني هنحول اللي هو لي مين ميو سيجما سكوير. هنحوله لستاندرد نورمال دستريبيوشن لي مين زيرو وفاريانس واحد. طيب. التحويل هتتم ازاي? بنقول ان بروبابلتي ان الاكس اقال من او ساوي ايه? هي بروبابلتي ان الزت. الزت ده اللي هو بتاع بروبابلتي ان الزت اقال من او يساوي ايه مينس ميو على سيجما. وبالتالي بدل ما حسب ربابلتي ان الاكس اقال من او ساوي مقابلة لها. طيب يعني عندنا مثال. عندك الاكس بمين واحد وعايزين نحسب ربابلتي ان الاكس اقال من او ساوي shows. فبنقول ان بروبابلتي ان الاكس اقال من او ساوي هي بتساوي بروبابلتي الزت اقالة من او ساويosition dog ون على سري. احنا دراحنا اللي هي الميوم. واسمنا على السري اللي هي الستاندرد هيطلع الكلام ده هو النزات اقل من او يساوي ونحسب دي من زي ما عملنا قبل كده يطلع مثال تاني لو احنا عندنا ان الاكس بمين واحد وعايزين نحسب ده ده اكبر من سري بوينت فور ناين وكمان عايزين نحسب اكبر من سري واقل من سري بوينت فور ناين فالاول هنقول اكبر من سري بوينت فور ناين هي يعني هتطلع انها اكبر من طيب وعلشان نحسب بال دي هنقول اقل من او ساوي ونحسبها من هيطلع ان الكلام ده بتساوي طيب عشان نحسب بقى بوينت سري واقل من سري بوينت فور ناين هنحولها للزت هتطلعني من نفس الطريقة بقى بوينت سكس سيفن واقل من بوينت سري اللي هي تساوي بوينت النزات اقل من بوينت سري مينس برابلت النزات اقل من بوينت سكس سيفن ونحسب الاتنين باستعمال التابل ونطرح يطلع ايه البرابلت دي بتساوي بوينت او آآ فور ايت وان سكس عندنا بقى مسال تاني آآ دي كان الراندن اكس لنورمان تسريبيوشن بمين مية وخم اقوال خمسين وستاندر ديفيشن سيجم اقوال عشرة عايز برابلتي ان الاكس يكون ما بين خمسة واربعين واتنين وستين يعني عايز برابلتي ان الاكس اقبل من خمسة واربعين واقل من اثنين وستين فده تساوي برابلت النزات اكبر من Gotta appeal بقى خمسة واربعين مينس خمسين على عشرة واقل من اتنين وستين مينس خمسين على عشرة يعنى الكلام ده بتساوي برابلت النزات اقبل من ماينس بوينت فايف واقل من وان بوينت تو. طيب نقدر نقول بقى ان ده برابلتين الزات اقل من وان بوينت تو ماينس برابلتين الزات اقل من ماينس بوينت فايف. ونحسبها من التابل بتاع الستاندرد زي ما عملنا قبل كده يطلع الفاليو بوينت فايف سيفن سيكس فور. مسال تاني. آآ ميديك هنا الاكس آآ ليه بمين تلتمية وستاندرد خمسين. عايز برابلتي ان يكون اكبر من تلتمية اتنين وستين. يعني عايز برابلتين الاكس اكبر من تلتمية اتنين وستين. يعني اللي هي برابلتين الزات اكبر من تلتمية اتنين وستين مينس تلتمية على خمسين. يعني برابلتين الزات اكبر من وان بوينت تو فور. هنحولها بقى برابلتين الزات اقل فنقول وان مينس برابلتين الزات اقل من وان بوينت تو فور. ونطلع الفاليو دي من استعمال التابل ونقول وان مينس يطلع الفاليو في الاخر بوينت وان زيرو سيفن فايف طيب عندنا مسال كمان اه هنا مديني اه 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 بمين تلاتة وستاندر ديفيشن نص وعايز بروبابلتي ان اله اه اقل من تو بوينت سري فاقول بروبابلتي الاكس اقل من تو بوينت سري هي بروبابلتي ان الزات اقل من تو بوينت سري مينس سري على بوينت فايف اللي هي تطلع بروبابلتي ان الزات اقل من ماينس وان بوينت فور ونحسبها بقى من تطلع بوينت او ايت زيرو ايت طيب عندنا مسال كمان مديني هنا الراندم فاريابل لي نورمال بمين تمنمية وستاندر ديفيشن اربعين وعايز بروبابلتي ان الراندم فاريابل يكون من سبعمية تمانية وسبعين لتمنمية اربعة وثلاثين بنفس الطريقة بقى نحولها لزات فتبقى بروبابلتي ان الزات اكبر من ماينس بوينت فايف واقل من بوينت ايت فايف اللي هي تساوي بروبابلتي ان الزات اقل من بوينت ايت فايف مينس بروبابلتي ان الزات اقل من مينس بوينت فايف فايف ونطلع من التابل ونطرح يطلع البرابلتي دي بتساوي بوينت فايف وا 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 وا